لكن قبل ما اتكلم على نجمنا احنا عندنا قضيتين صغيرين او مهمين جدا الفيفا والكاف الفيفا اللي هو الاتحاد الدول لكرت القدم والكاف اللي هو الاتحاد الافريقي لكرت القدم الاتنين فيه تضارب بينهم في الموعيد ناس تقول لك لا نأجل بطولة الامم افريقية وناس تقول لك لا نأجل كاس العالم الاندية وما حدش عارف حاجة يعني ما يبقوا مؤسستين كبار زي المؤسست الفيفا والكاف مش عارفين يزبطوا مواعدهم هو كل اللي عاوزينه انهم عاوزين فلوس وخلاص حسب السبونسرز اللي هو بيدير الاتحادات هو اللي بيحركهم عشان كده انا ما ليه جعبا باللي بيحصل على الساحة انتو مؤسستين كبار ومؤسستين اللي بتديروا كرة القدم في العالم ككل وبشنالسكو اي حاجة وبسم الله ما شاء الله دخل ما فيش احلى واجمل من كده وبتجيبوا سبونسرز وماشية معاكو كويس اوي كل ده انا من نجع بيها انما اعودوا مع بعض في حاجة اسمها اجندة دولية الاجندة الدولية دي فيها كاس عالم فيها كاس اوروبا فيها الامم الاوروبية ده انا بتكلم على اوروبا الاول يعني وكاس اندية اوروبا لخرط القدم وكاس ابطال الكؤوس وبيفكروا تاني عاوزين يعملوا الدوري الاوروبي غير الدوري بتاع الاندية تعال بقى الاتحاد الافريقي عندك بطولة اندية افريقيا او عندك الامم الافريقية ودي زي احنا مسابت عندنا اندها كاس عالم مصغر للقرة زي ما هي كاس عالم والامم الاوروبية بالنسبة لعالم كله وعندك كاس السوبر وعندك كاس الدوري وكاس الكؤوس دي الكون فدرالية فانتو عاوزين ايه مش كلام ده موجود ده غير بقى في الاجندة الدولية اللي هي المباراة الودية الدولية اللي هي على ضوءها بيحصل فيه تصنيف والتصنيف ده فيه لعب زي ما انتو عاوزين نقوله فيه لعب جامد جدا التصنيف يعالوا فرقة عن فرقة حاجات شغل ما نجع بيه انما انا بتكلم على الاجندة الاجندة دي لازم بقى فيها كل حاجة انما يجي لك ايه هنأجل الامر الافريقية لا دي احنا هنقدم كاس العالم للاندية لا دي احنا هنعمل كاس العرب اللي هو بقى تابع لاتحادي الدولي الفيفا كل دي بطولات ما شاء الله انما على حساب مين على حساب اللعبين اللعبين ما فيش راحة الدوريات على مستوى العالم حتى الدور المصر بتاعنا هنا كل ثلاثة ايام بلعبه مباراة وبعدين يلعبه في البطولات الدولية وبعدين يلعبиход في كاس ووروبا و domain لنعمل في كاس افريقيا للامد hoy و بعدين يلعب الكموفيدرالية و بعدين يلعب الامم الاوروبية وbieحن نعمل كاس الامم الافريقية ايه ده مش عارفين تزبطوا نفسكوا و احنا هنا ما بيجي نتكلم ولا السلوات الاتحاد المصر в خطة القدم مش عارف نزبط جاد ول هزبط الله يكون في عونكم بصراحة انا بعد اللي بشوفه التخبط اللي موجود على الساحة ان قiber الله يكون في عونكم يعني الناد الأهلي تأجلوا ماتشات في الدوري بسبب اشتراكه في المباراة السوبر وحكلم عليها دلوقتي لكن أنا بقول الاتحاد الدولي لكرة القدم اللي هو الفيفا والاتحاد الكاف اللي هو طبعا الاتحاد الأفريق لكرة القدم فكل البطولات دي كلها أنا بقول دي على حساب اللعبين هتيجوا فترة من فترات هتلاقوا نسبة إصابات غير عادية احنا كمشاهدين بنتمتع لما نشوف كل البطولات كل حاجة تفرح بس وبعدين مش هتلاقي نجوم بعد كده انتوا بتظهروا على المادة المادة اللي بقى دلوقتي للناس بقى عليها زي المصرعين ما عربش ليه ما انت كان عندك بطولاتك وعندك الأجندة الدولية فما تمشي على الأجندة الدولية واحدده إنما ما تجيش زي بطولات موجودة أصلا في الأجندة الدولية وعلى الكاف أبو الصلاة يغيروا فيها ما ينفعش والله ما ينفع أتمنى أن الاتحاد الدولي الفيفا والاتحاد الكاف اللي هو الاتحاد الأفريق للكرة القدم يتفقوا مع بعض على الأجندة معينة وتتحط فيه للكل العالم كله عشان يقدر يمشي عليها أتمنى أتمنى ويخفوا البطولات شوية فيه بطولات بتتزحم كده مع البطولات التانية ليه؟ عايزين فلوس طب يصرفوا اللي عندكم لأنا أعرف فيه الاتحاد الأفريق سواء الاتحاد الأفريق أو الاتحاد الدولي عندهم أو الاتحاد الأوروبي عندهم رصيد من الأموال يكافيهم ملايين السنين غالوا للسبونسورز بتاعهم فغالوا وعملوا واخدوا فيه سواء تعزينها بس بالراحة اللعيبة اللعابين هتيجي مرة هتيجي بفترة من فترة مش هتلاقي لعيبة وعلى فكرة الكرة على مستوى العالم بعد كده ممكن تقل لسبب واحد لأن المدرب اللي بيقعد أو المدير الفني اللي بيقعد لأي فرقة سواء على مستوى المحلي أو المستوى الدولي أو على مستوى العالم كله بيرتبط بالنتائج وانتوا شفتوا ودي إيه مدربين بتتغير في يوم وليلة ليه عشان النتائج وده ليه ان اللعيبة بتاعتهم مجهدة وان المدرب بيش قادر يعمل بردامج تدريبي كويس للفرقة فبيعتمد في أول السنة على فترة الإعداد فترة الإعداد ديه اللي بتوقف اللعيب على حيله إنما كتر المباريات يطلع من إفريقيا يخش دولي يطلع من دولي يخش سوبر يطلع من هنا يلاقي هنا حرام عليكم اللعبين أتمنى أن يبقى فيه اتفاق بين الاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي ده الجزئية الأولانية ترجمة نانسي قنقر